السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المهندس احمد حمدي النهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل اكستيريور لفيلا بسيطة او يعني ممكن نعتبرها انه شلي دورين دور ارضي ودور اول طبعا احنا المرة هنشتغل بطريقة بسيطة وسهلة جدا هي فكرتها ان انا ازاي بيبقى قدامي صورة وحاجة اقدر اقلدها يعني ما عنديش ولا ابعاد ولا عندي فايل كاد ولا عندي اي ديمينشن ودي يعني معظمنا تقريبا خرجين هندسة او خرجين فنون تطبيقية او فنون جميلة حضراتكم كلنا اخدنا مادة في اول دراستنا خالص مادة اسمها فيجول مادة الفيجول دي او تدريب البصري اللي هو حيك كنت مثلا بتيجي تاخد الاسكتش بتاعك وبتيجي تروح قدام اي مبنى سواء في منطقة اسرية او في منطقة سكنية او حتى بتبقى في حضيقة او كده وبترسم اسكتش بيقديك للحاجة اللي قدامك وهي كتفايلة التمرين دي انت بتقويك انت كمعماري او خرج فنون جميلة او فنون تطبيقية ان انت ازاي تقوي السنس المعماري عندك او لوه ازاي تعرف تجيب النسب فهي نفس القصة عندنا في الماكس بالزبط احنا هنعتبر اكين الماكس ده الاسكتش بتاعي وانا بقلد الصورة اللي قدامي دي تمام بقلدها بس لازم اراعي النسب اللي فيها فاول حاجة عندنا حضراتكم هنيجي ندخل نشوفها في الماكس اول ما بافتح برنامج الماكس نتأكد انت بكاتي بالمتر مثلا انا حراك مثلا بنا نشتغل مصر بالمتر في دول تانية تعمل مثلا بالإنش في دول بتعمل بالصنطية فكل حراك كل دولة وليها اليونت اللي شغالين بها فنحنا نشتغل في مصر بيونت المتر حبا هستثبت اليونت بكاتي واننه بالمتر أغلب مين من الهن تصتنى سأجد في سيستم ستقوي وبعد ذلك سأجد الحدود اصبط اليونت بتاعتي بالوحدة اللي انا ايه اعاوز اشتغل بها طبعا انا اشتغل بالمتر فادوس اوكي اوكي تمام طيب انا دلوقتي اعاوز ارسم الكتلة بتاعتي طبعا احنا في الحاجات ديت ده الورشة دي بتعرفنا ان ازاي اعمل اكستيريور بطريقة بسيطة بطريقة سهلة تمام بطريقة الادت سبلاين لان في كذا طريقة البنى فاحنا ان شاء الله النهاردة اول طريقة هنستعملها دي طريقة الادت سبلاين في حاجة اسمها ادت بولي في ادت ماش فاحنا النهاردة هنشتغل بالادت سبلاين طبعا الصورة اللي احنا نستعملها دلوقتي واللي احنا هنطبقها لازم ننسبها احنا تحريك لما كنت في مادة الفيجول او تدريب البصري يلما تيجي ترسل مبنى بنبدأ شكال بالتفاصيل مرة واحدة لازم الاول تجيب كتلة المبنى على بعضها بالخطوط اللي هو العمل الخفيفة وبعد كده بنبتدي نمسك ايه جزء جزء وايه ونحلو ان انت لو عندك مشكلة كبيرة المشكلة الكبيرة دي تقسمها المجموعة مشاكل صغيرة وتحل كل مشكلة صغيرة لوحدها هتلاقي المشكلة الكبيرة تلقا ايه اتحلت هي نفس القصة عندي مبنى كبير اقسمه المجموعة اجزاء صغيرة بعد ما اعملت النسب بتاعته الكاملة وكل جزء صغير احله لوحده فلاقي في الاخر ان المبنى كله تكون عندي بسهولة ايه وبساطة طيب احنا عندنا هنا الكتلة بتاعت الفيلا عبارة عن ايه عبارة عن دور ارضي ودور اول احنا هنا هنفترض ان ارتفاع بدور الارضي مثلا اثنين متر ثمانين او ثلاثة متر لان اذا ما احنا شايفين ان الشباك فتحته واصلة تكاد تكون المستوي بتاع العتب احنا عرفين العتب بتاع الباب والشباك بقى ارتفاع اثنين متر عشرين فاحنا ممكن نتوك نكبره شوية معانا احنا المسافة ذي هنكبرة فينخلي مثلا تلاتة متر او ثلاثة متر او اثنين متر تمانين تعم فاول حاجة عندي هنا يقوم تلاتة متر وتلاتة متر ستة متر فنبتدي نشوف ايه نرسمه ازاي يبقى انا المفروض عندي فين اعمل بوكس ارتفاعه ندخل في الموديفير بتاعي ارتفاع الكون ستة متر ارتفاع نص 6 متر باللقطة الموجودة عندي هنيجي نلاقي ان العرض هنا تقريبا حاجة تقريبية انا طبعا ما عنديش اي ابعاد انا كل ده بعمل ايه سنسل الصورة فهنا تقريبا العرض قد مثلا الارتفاع مرة ونص مرة ونص يبقى 6 و3 يبقى كم؟ 9 يبقى انا المفروض الدلع ده يبقى كم؟ 9 عندي 9 متر طيب يبقى انا عندي الدلع ده ايه 9 متر طيب نرجع تاني للصورة هنلاقي ان هي ممكن لا اكبر شوية النسبة بتاعتها هنقولي ده يبقى بص على النسبة حيكون تشغال انا بشوف ايه النسبة بتاعتي طيب لا ده احنا ممكن نزودها مثلا تبقى 12 كده الى حد ما النسبة ايه بقت مزبوطة ممكن حيكون نحط كاميرا علشان نجيب بها نفس الزاوية اللي هو ايه كاميرا فيزيكال الفيسري الكاميرا بتاعت ايه مثلا على ارتفاع في الصورة على ارتفاع مثلا متر ستين او متر سبعين تقيم نقوم نستخدم من نقطة الوحش هنا نستخدم نقوم نستخدم نستخدم نقطة الطارجت نستخدم ننزل نرسل وترسيل نستخدم نحتاج وفيه هنا عمود وفيه فوق جزء عندي ايه شوكين طيب انا ممكن ابتدي احقاس من المشاكل دي انا هبتديها من فوق لتحت انا اخدت القرار ان انا هبتديها من فوق لتحت ان العمق بتاع القمر ده انا اعتبره مثلا حوالي 60 سنتي من 60 ل 80 تعم وان انا العمق بتاعه حوالي 40 سنتي تعم يبقى انا اعمل ده 70 طيب هجي بقى اعملها ازاي طبعا انا ما عنديش العمق بتاع الفيلة قدي فانا مش هيفرق معي ان انا لو جبت من الطب اشوف ده عمق قدي مش هيفرق معي بس انا هجي ارسم بالريكتانجل دلوقتي اهو هفتح اللي سنتيب عندي تعم واتأكد ان انا اقري نقطة ايه الاند بوين نقطة النهاية هنيجي لف سري عشان نشوف الطبنا ادي اهو الريكتانجل بتاع رسمته طبعا الحاجات دي احنا كلها شرحنها في الكورس المجاني اللي موجود على اليوتيوب على القناة القناة بتاعتنا وهي موجودة هتقدر تتفرج على الكورس كامل والكرس سهل وبسيط دي كان بناء على طلب بعض السادة الزملاء وبعض السادة المهندسين ان احنا عوزين نشوف تمرين ايه اكستيريور ازاي نبتدي لو بصورة من غير ابعاد طبعا كل فترة هننزل اكستيريور بشكل مختلف يعني دوت النهاردة شغالين بالإدت سبلاين دوت قدامنا صورة بنشتغل منها مرة تانية نشتغل صورة بإدت بولي ومرة تانية بإدت مش مرة تانية هنبقى معنا ازاي فايل كاد واعمل لو بإكستيريور لقطة خارجية فاحنا الماكس في طرق كتير جدا فاحنا دي طريقة منه طبعا هنعمل اوتلاين لإيه هاجي هنا طبعا لو احنا سحبنا بإدنا كده احنا بنعملها ايه manual لا انا عاوز عاملها بايه بابعايد فخليها مثلا ايه point 50 اهو هنجي نبص عليها F3 ادي اهو الكامير بتاع دوت العمك بتاعه تحت او نزل لتحت extrude هنعمله مثلا minus لان احنا ننزل لتحت minus point 70 يبقى القمر بتاع اهو زي ما احنا شايفين نزل طيب بعد كده فيه في القمر كل ده احنا ايه مسكن في المشكلة الصغيرة المشكلة الصغيرة اللي هو جزء اللي عندي اللي فوق ده طيب ممكن قبل ما انزل بالقمر بتاع اللي هنا الصغير اللي هو السانوي ده هنزل بالحطة دي هنزلها ازاي بقى الحطة دي المفروض انا جيت خدت هنا العمق بتاعي كم 70 سنتين طيب لو انا انزل لنقطة البداية دي هعمل ايه هطرح 70 من احنا قلنا ده كم كله على بعضه 6 متر 6 متر هطرح منها 70 هيتفضل كم 5 متر ايه 30 فانا هعمل حيطة 5 متر 30 هاجي هنا من الطوب هاجي الاقي عندي هرسم الريكتانجل الريكتانجل ده انا عاوز ايه اعاوز ارسم الريكتانجل بتاعي بحيث لوه ياخدلي من فين من هنا لحد هنا طبعا ده قدام عندي الجزء الى قدام ويجي هنا في فرونت اشده بالسناب بتاعي وننزله فين نضو طبعا الاسناب بتاعي ممكن لو انا عاوز اشتغل على السري دي بقى اصرعلي طبعا كده هنزل لوه مينوس احنا قولنا كم مينوس 3 متر كم مينوس 5 متر 30 يبقى ايه الحطة بتاعت ايه نزلت نزل نشوف 3 دي يبقى ده ايه دول نعملهم مع بعض بروب دلوقتي يبقى انا دلوقتي عملت ايه كاميرا الجزء اللي هو فين اللي هو ده ومعنا اللي هو الجزء ايه ده لما نجي نبص عليه ايه طبعا الكاميرا بتاعتها بعيدة ممكن نقربها عشان الزاوية تبقى قريبها ايه يبقى ايه كاميرا ايه كاميرا كل ده انا ايه بصبت النصب ايه عندي يبقى انا دلوقتي خلاص عملت اللي هو الجزء ايه ده وده نقص عندي عمل اللي هو ايه القمر اللي هو موجودة عندي ده دول كم واحدة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هيا جانا من الطب وعمل ريكتانجل مش افرق بقى معي هو داخل جواي الكاميرا او لا نحول عرضه تقريبا هنا في الصورة مثلا 10 سنتي او 15 سنتي وبعد كده هنحوله ايه ادت سبلاين انا مش افرق معي ان ده يبقى وصل لحد الاخر او لا لانه يبقى فيه حيطة عندي هنا الكهد الشابيك هنحول ده كله كله مثلا كورنر وبعد كده هنعمل له ايه امر اكستروت طيب الامر الاكستروت ده احنا عندنا تقريبا العمق بتاعها حوالي او 40 40 سنتي منعين هنجيب الواجهة من الفروند هنكرر منها هنقرب بقى منها كم؟ ستة نغير لونها بس عشان لونها يبقى داخل دامي نغير منها ايه؟ نعمل كم ستة لان باللان اتعملها في الاول سبعة اخليها ايه؟ انستانس عشان لو غيرنا فيها تضيف كله ادف ستة اتبع؟ فانيجي نعمل عليهم سلكت اهو نوصلهم تقريبا عندي اتبع كل ده انا ايه شغال بالسنت؟ لانا ما عنديش ابعاد خالص ومش عارف ايه ابعاد دي صورة جبتها من عالنت قعدية خالص والصورة اللي جبتها من عالنت دي خررت لانا اعمل ايه؟ لها ايه؟ منظورة تمام كده؟ يبقى احنا كده المسافات ايه؟ سواء طيب يبقى دي المشكلة حلناها اللي هو بتعطي الجزء ايه طيب بعد كده عندي هنا في عمود العمود ده طالع فوق التلاتة متر بتقدر الارضي وطالع بعد ده مثلا ايه؟ حوالي نص ايه؟ نص متر يبقى هنخلي ارتفاعه كام؟ تلاتة متر وايه؟ ونص هنيجي هنا من الطوب هنيجي نرسم ريكتانجل ممكن ناخد ممكن ناخد فاكرين الحيطة اللي احنا كنا لسه عملنا هنا دهو ده اعمل لها open للجروب واخد الحيطة دي هي هي اخدها باللسناب اخو منها ايه؟ نسخة اقبي بس مش اخليها انستانس اخليها اقبي لانه اغير فيها لانه ايه؟ اس هيجي الارتفاع بتاعي او نخليها نبنيها افضل من الاول لانه عشان نجيب الارتفاع لانه احنا كده هنضطر اللي هو نعمل لها بالسنس يعني ايه؟ يعني مثلا انا بلما هو كان بالطول كان يطلع من الارض اللي انا اطلع مثلا ثلاثة متك وتعتر لنا ايه؟ هنزلها بأداية manual وابتزي حسبه لا فالافضل ان احنا ايه؟ نبنيها يدميها ا teasing كنا ان اترك لنا ان اعنج بمثز مبنيها سأف thrill بسؤلاء من ان احنا خ dona اتوجل باستطيع ان اختتف исп Sahar أصبح العمود صغير عمود نحن نحاول دقاء سنقوم بمسك نقطة بيرتكس نقوم باقي نقوم باقي سنقوم باقي سنقوم باقي سنقوم باقي سنقوم باقي إذا ارتفاع اللي هو الزد بتاع بلما هو على 6 متر خلي زيده وقالنا ده على الارتفاكم هعمل له أكسترود على الارتفاكم أكسترود على الارتفاع 3 متر ونص يبقى أنا كاميرا اهو يبقى ده العمود بتاعي اهو اللي هو الارتفاكم 3 متر وإيه ونص هذا العمود لا ننتهي على الارتفاكم سنجد ان هنا هناك جزء هناك معمول مثلا برخيم حوالي 2 سنتي أو 3 سنتي فهذه هعملها هاجي هنا هاجي هنا هاجي هنا هاجي هنا هاجي هاجي اعمل ايه كما قلنا هنا ان في العمود فوق هنجد ان هنا في الجزء ده فيه جزء حوالي 2 سنتي أو 3 سنتي هنروح عندنا هاخد هدوس هدوس هنا نفتح الاسناب هدوس 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 نفتح الاسناب سأقوم بتأكد لأول نفسه أقوم بتقليق القيمة سأقوم بتقليق قيمة يقوم بتبقي 0-0 فور لتبقي نفسه ونسخ جهة نتعرف نذهب لل يعني انه سنجعل العمود نحن نأخذ وقت في البناء لكي أشرح لكن حضرتك المفروضة لكي تشتغل بيكون أسرع من كده لأنه لن تشرح نحن حلق لنا هذه المشكلة الثانية عندي وهذه كان هناك مشكلة لها من ضمن المشاكل نحن نحن نعمل كل جزء من خلقه لنعتبر مشكلة لوحدة هنا هناك عمود مدوره ، عرفت من مدوره؟ من الشكل الهاتش الذي يعلق به عرفت أن هذا العمود مدوره وهاجي هنا سأعجب الطب وهاجي هنا أعمل سواء أن هنا أقوم بأسرع أو سليندر لا تفرق معي بالثورة بصفة من قطرة فأجد هنا في الموديفير أجد مصوراً 24 وأجد هنا أفعله إكسترودي ومفروض على إرتفاع كام؟ تبقى على ارتفاع 3 متر كام؟ 3 متر ونص ليه؟ لأن احنا قلنا لو كان ارتفاع العمود ده 3 متر إذا زودنا نصف متر من الدور الثاني يبقى كال 3 متر ونص يبقى المفروض دي تبقى على ارتفاع 3 متر ونص تعم؟ طيب 3 متر ونص تفضل لي كام؟ تفضل لي من 3 متر بتوضل اللي فوق تفضل لي 3 ايه؟ ها؟ اتنين متر ونص يبقى نعمل لوكسترود اتنين متر ونص طبعا كل ده انت لازم يعني مش منسين 3d max هو بيعتمد على قدرات حرارتك الزهنية تعم؟ او قدرة حرارتك على التركيز او التفكير فهو ده اللي بيخلي شخص يختلف عن التاني انه يطلع الشغل كويس او لا تعم؟ يعني زيما ما فيه ناس ال free hand بتاعها عقاوي بيرسموا مناظر قوية بيقديهم نفس القصة فيه ناس قوية جدا في الماكس ترسم ليه مناظر ماكسي قوية وفيه ناس بتبقى نص نص طب اللي نص نص ده خلاص ما فيهش امل لا فيه امل حاجة تعمل على نفسك بقى لو تطور من نفسك تعمل شغل كتير تعمل ورش عمل تتفرج على ورش عمل كتير تشتغل مناظر كتير حتى لو لوكوشك بسيط صغير كل ما تشتغل اكتر كل مستواجه يبقى احسن تمام؟ بس وفي الاول في الاخر الماكسي بيعتمد ان حضرتك اللي بتفكر مش برنامج سريدي ماكس ايه؟ اللي بيفكر تعم كده؟ ادي ايه؟ العمود بتاعنا ممكن نعمله هنا ايه؟ الدول نعمل لهم جروب مع بعض اهو رجع لهو الحاجات اللي كنت مخفية ادي ايه؟ العمود المدورة اللي احنا شفناه طبعا هنا تحس كن القطر بتاعه بجير شوية ممكن نصغره يبقى نعمله ايه؟ ممكن نعمله ايه؟ طبعا احنا شرحين الكلام ده كله بالتفصيل في الكورس بتاعنا تعم؟ اه انا هنروح للسيركل نص الكتر هنا انا ما كنت عامله اللي هو ايه؟ عشرين لا نخليه خمستاشر تعم كده؟ نعمل ايه تلوس تاني ايه؟ للجروب طيب يبقى دي عمود عندنا اتعمل اوه زي ما احنا شايفين شايفين التفصيلة ازاي دي دخلت مع دي؟ تعم؟ هي نفس ايه؟ التفصيلة فين؟ ساعدة مع ساتر هنالP تعم؟ لا، لحادي الوقت فيه أي مشكلة لا، دنيا سهلة وصويدة وما فيش اي فئة أي مشكلة رائع بعد ذلك احلنا هذه المشكلة الان внешي به عندي مثلا البلكونه الانتشاهد بحاجة البلكونة ا��ة يمس pusاء البلد ام رأيك احادي احان اصطب فهاجي هنا من الطوبة وهاجي يعمل ايه؟ هاجي كده البلكونة بتاعتي هرسم بريكتانجل طبعا البلكونة هي مش جاية على وش العمود هي جاية تقريبا مش على وش العمود هي جاية من ايه؟ من جوه شوية فانا ممكن بريكتانجل وهاجي هرسم كده معي البلكونة سوف احاول الى convert to a spline وطبعا الميزة تحتى convert to a spline ان spline تستطيع التحكم في النوع بسهولة جدا زي ما قلنا فيه طرق تانية البناء على الماكس وان شاء الله سنشرحها في مرارك واضمة باذن الله بس مبدئيا ده من ضمن الطرق ايه؟ السهلة عندي خلاص هاجي هنا هنلاقي البلكونة بتاعتي طبعا البلكونة بتاعتي على ارتفاع كم؟ على ارتفاع المفروض ارتفاع الزير ولان انا رسمتها على الطب المفروض تبقى ارتفاع ثلاثة متر يبقى هنا ثلاثة متر اهو ونعمل ايه؟ نعمل لها extrude أو نعمل لها extrude مينس point 20 سمك البلاطة بتاعتي 20 سنتي تمام كده؟ يبقى أنا سمك البلاطة بتاعتي كم؟ 20 سنتي يبقى أنا عندي سمك 20 سنتي نزلتها لتاح طيب بعد كده برضو في نفس القصة اني فيه رخامة موجودة فين؟ فوق عندي هنا فاجي في الماكس ناخد منها copy خلاص وي هاجي اخذ منها copy نفتح الـ snap عشان اقدر امسك من نقطة محددة وندوس ايه؟ خدت منها copy وبعد كده هنعمل لها outline هنعمل لها outline هنعمل لها المفروض دي الـ Adam ليه بتاعتي بتاعتي طيب هنخليها كم؟ نخليها مثلا point 20 هنرجع تاني الـ إبقى يبنى ايه؟ دي كده راساً طيب ده جوه عشان اللي في البلاطونة رجله متخرجش بره طيب لسه في الرخامة اللي احنا بنوه عليها فوق هاجي امسك برضو اخذ منها نسخة تاني دي كده دي كده دي كده دي كده نخليها point zero four 4 سنتي وننزلها هنا هنا عندي كده هعمل لها outline هنعمل لها outline هنعمل لها outline ايه؟ هنعمل لها outline ايه؟ لبرا ولا لجوه؟ هنعمل لها outline لبرا هتوقع بالـ نخليها minus point zero three تعمل؟ ونمسح الخط الايه؟ اللي جوه خلاص مش عاوزة هنمسح الخط الايه؟ اللي جوه هنمسح الخط الايه؟ اللي جوه هنمسك ده delete يبقى يتفضل معي برده اعمل لجوه دوت اعمله بحيث لو يبقى بارس برده لجوه نفس الفكرة الرخامة ماشي؟ هنخليها point zero zero four هنعم كده؟ هنعم نلاقي extrude ادخل fs3 خلاص دونين ماشي نشوف الفرنة بينهم نعمل هيدل الكواتلا بتعتي ايه ادير الخناة بتعتي بيت برزة خلاص ممكن نعملهم همها كلهم بروب مع بعض خلاص يبقى أن هذا المشكلة الثانية بعد ذلك يوجد المشكلة الثانية هل ترون أن أمسك المشكلة المشكلة و أحلها في الصورة سأبدأ أن هناك فالأقص، فهذه اللي ناقصني، إنه هناك وجهة أجلها بلكونة و بالكونة يعني هناك 4 البركونات 2 ساعد النقد أو شابيكا في الساعد أن اتنين تحت والأتنين تحت فهذه عندي من المكسل أجب الديام قم سلطر هل ترسم الريكتنجل افتح الاسناب همسك من اول فين من اول هنا الحد هنا عندي و بعد كده في بلكونة هنا انا ممكن اعمل هذه بلكونة عندي هنا عرض مثلا البلكونة هذه 2 متر مسلا ممكن نقبرة كمان نكبرها مثلا 2 متر 20 كمان و نقوله اخبار نسخة طبعا النسب هنا لازم اراعيها ان هي هنا كانت لحد ما كبيرة شوية اقدر اعدل فيها دلوقتي احنا كنا قلنا ان دي اما انت 13 متر لا هي كانت المفروط بقى ستة زي ما قلنا كانت في تسعة في الاول او ستة في عشر طيب هنيجي بعد كده دي الوجه اللي احنا هنرسمها هل حصل عندي ده اترسم عشان ارسمت الريبتانجل من الفرونت الريبتانجل دول اللي حصل فيهم اترسموا عند نقطة الزيرو لكن ده علشان كنت يفتح الاسناب اترسم فين العمود فانا ممكن اعمل دلوقتي اخد ده هرجعه فين الورا طيب ارجع الورا ازاي هلاقي هنا الواي بتاعتي خليه بقى زيرو فانا رجعت لنقطة الزيرو بقى هما الاثنينت دلوقتي على سطح واحد تعمم بعد كده نوصل ندول هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل لدول اتاتش او قبل ما نعملهم اتاتش نحن منهم نسخة لفوق وقبل ما نعمل هذا المفروض ده يبقى ارتفاعه مثلا اثنين متر اتاتش اتاتش مووووووو اتاتش عشرين نبدأ لأيه اللي فوق هعملهم بجرد بجرد كلهم اتتش مع بعض كنفرطوا اسبلاين اتتش وبعد كده نعمل ايه ترم لازم نوافع لشين نعم ترم لازم نوافع لسبلاين هاجي هنا هعمل ترم وبعد كده هنقف على بيرتكس عشان نلحم النقط اللي عملنا فيها ترم لازم ترم عملت الترم يبقى بعضيه على طول في ايه ويلد طيب نجي نشو كده لو عملنا اكسترود اللي اكثر عشان نشوف لو فيه مشكلة عندنا سمك الحيطة المفروض هنعمله بقى 25 بقى 25 دوس F3 اتعملت معي طيب بعد كده هنعمل ايه نعم 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 كتلة العمل دي خلاص انا احنا احتاجت حاجة ممكن امسحها على طول طيب طيب نعم هنجي نلاقي هنه عندي كده طيب نقص بقى ايه المشكلة بتاعتنا نحلها ازاي الباقية كاميرا شفت F لانا المفروض فيه عندي ايه نقص في الصورة فيه عندي بقى اللي هو الشباك والحلق التاع والكلام ده كله هنعملها برضه بطريقة بسيطة وسهلة جدا هنجي Alt W سوري Alt Q عشان نحطة بس اللي تبقى بانتناه قدامي Shift F عشان نشير ايه اللي هو الوان بعد كده هاجي هنا من الفرونت عاوز اعمل عاوز اعمل عاوز اعمل عندي اللي هو الحلق بتاعي هاجي هنا ممكن افتح للسناب تاني لو سعنا من S و ادوز فوق عاوز اعمل وبعد كده نحاوله Convert to Expline نقف جوة Expline ونعمل ايه Outline Outline ده المفروض نعمله ايه لجوه طيب الحلق بتاعي بكام 0.5 خلاص طيب وبعد كده نعمله ايه Extrude نعمله Extrude مثلا Minus Point 15 طيب بعد كده عاوزين نرسم ايه بعد عاوزين نرسم الضلفة بتاعت ايه شباك طيب انا ضلفة الشباك لازم افتح للسناب بتاعي برضه ازود له نقطة ايه الميت بوينت ليه؟ عشان عاوزة اقرأ نقطة النهاية ونقطة ايه المنتصر طيب بعد كده نعمل ايه؟ ندخل اسبلاين نعمل ايه؟ احنا كلنا شرحنا قبل كده في تمرين من التمرين ازاي بنعمل الشباك في المحاضرات بعد كده نعمل ايه؟ الاوتلاين بتاعي اللي هو المفروض يبقى كام قوينت عشرة اللي هو صم اللي هو عرض الفا اهو وهنا ديكستروب بتاعي بقى كام خمسة سنتي طيب 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 نعمل ايه؟ ون والحلق ده نسمي وندو لازم كل حاجة نسميها يا شباب عشان بحيث بعد كده وانا بجي ارمي الماتيريال يبقى اسهل بالنسبالي ان انا ارمي الماتيريال بسهولة طيب يبقى ايه؟ هذا كده عندي والحطة دي نسميها وول طيب 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 نحن نسفد من هناه مثلا سنقوم بسعارات عدد جميل نحن 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 نسفد نضيف سعارات نحن نحن نقوم بسعارات نحن نقوم بسعارات يناول 9 م نسبت 16 م ونظيف ستة هو تقريبا نص سنتي يعني ستة ميلي فياجي هنا أحرك مفروض الإزاز بقى في نصف الضالفا نسميه الضالفا نجعله مثلا أزرق نفعله مع الضالفا نسميه وينداردو ثم نسميه نقوم بكثرة نجعله ثم نضيف 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 أفتح نضيف نضيف إستغرق المدفوينت لكي لا يدعني أجعل الـ End point المشطة على ايدي هنا ونعملها إنستانس بحيث لو انا غيرت في الضلف وزيه تتغير إيه حسنا الآن رسمتي الضلفتين هم بتوعي أعمل بقى جروب لكل عرضات مع بعضه أغروب ونصمي وين ونعم وبعد كده نأخذ ذه وجده هو هذا هم من الأجزاء نعمل بقى جروب ونعمل من الأجزاء نحن شاهدين ازاي تعمل بسهولة هذا الشبكين ممكن اخذ هذا أيضا ونزله فهن؟ لأنه نفس العرض هل ترى ان عملت خطوة سهلت الكلب هل تقول لنا هناك حتة تحت وهنا الحتة هل سنفعل ايه؟ فيه له عندي ايه؟ زي الرصيف او زي هنا الخشبة يتلاقوا قبل الحمام السباح اللي بتحط فيها الايه؟ العدد بتاعتي هنيجي ندخل هنا هنرجع كله تاني هه نجيب الكاميرا شفت ايه؟ بعد كده هنا ايه؟ اللي يحصل نقص عندي الصورة ان هنا فيه سلمة خلاص السلمة دي هعملها ازاي؟ هاجي هنا بعد كده اعمل الركتنجل بتاعي من اول الحيطة خلاص تمام؟ هاجي هنا نعمل لكم نمت بيرتو اس لائن بيرتكس همسك المنخطة همسك البرتكس هشتده هكده معين بعد كده نعمل ارتفاعك تقنجل نعمل يقول لي ان النسب ليس مظبوطة ينفع عدلها دلوقتي؟ اه ينفع نعدلها دلوقتي مفيش فيها مشكلة هيا اجي هنا من الفرونت شفت F هيا اجي هنا من الفرونت هيا اجي هنا عندي الحيطة اللي انا كنت مسكها اللي هي الولعين هيا اجي هنا في الفرتكس بتاعتي F3 لقيت ان انا محتاج اقلم النسب بتاعتها شوية الورا عشان النسبة تبقى مظبوطة ماشي ما فيش مشكلة هيا اجي هنا كورنر تمام وانا نرحل هيا اجي هنا هيا اجي هنا هيا اجي هنا هيا اجي هنا ان اقدر اتحكم بسهولة في النقب بتاعتي وما تبليش اي مشكلة او فيه اي صعوبة في التعامل ايه معها بالعكس الدنيا بسيطة جدا ها 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 اما حاجة انا بازبط اي النسب لان كما احنا شايفين كده معيش اي ابعاد خالص انا بقلة صورة ده غير ان انا بقى ممكن اعرف في الدزان بتاع قوضة او فيلا ومعي الابعاد بتاعتها والكاب بتاع لا انا كده اكده اكده ازاي في مادة ال ايه الفيجول زي ما قلنا اعزين بقى نرحل دول نفيش اي مشكلة هنفتح الاسناب اهو تعم تعمل برايخ ثانيا لا لان انا بقى نرحل لا يوجد مشكلة نريد فوق دوغة نقلله لا يوجد مشكلة هي الميزة نحن نقوم بتحكم بسهولة جدا في الحاجة نقوم بتحكم بنقط فالموضوع سهل جدا بالنسبة لي بعد كده هنجي نلاقي الكامير اللي فوق ده نحن نقوم بتحكم جروب نقوم بتحكم جروب وبعد كده نفتحه لو نحن نقوم بتحكم جروب ممكن دلوقتي نمسحهم نقوم بتحكم جروب نقوم بتحكم جروب نمسحهم من عملاتين نقوم بتحكم جروب نقوم بتحكم جروب هذه هنقوم هنقرر من الكن 6 من الديد اللي حبرنا اسكنها 7 6 نقوم أمسع المسابة شفية هكذا أريد أن تزبط معي نقوم بعمل المسابة مع بعض الموضوع سهل جدا وبسيط جدا لا يوجد أي تعقضات هنا زبطنا المسابة مثل الصورة بخطوات بسيطة سهل جدا التحكم فيه نفس القصة تبقى سهلة جدا بالنسبة لي نفتح الجروب نفتح الجروب نفتح الجروب نشد النقطة هنا نفتح الجروب نفتح الجروب نفتح الجروب نفتح الجروب لا توجد أي مشكلة نفتح الجروب نفتح الجروب أو الثاني 蘖 أكبر اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة هذه هنا بريكتانجيلا بسيطة جدا وسهلة جدا نحليها مثلا بثلاثة متر طبعا أنها تبقى شبعة لارتفاع ثلاثة متر سنزود عليه ثلاثة متر ثلاثين بحيث أن هناك دروة صغيرة لو طبعا نحن عارفنا كلنا مهندسين فعارفين أنه يبقى فوق في السطح لازم نعمل عزل رتوبة وعزل وحرارة وخرصانة ميول لحاجات اللي احنا عارفنا فلا طبعا نحن يبقى ارتفاع ثلاثة متر يبقى ارتفاع نفس الارتفاع وفي عندي شباك هنا ممكن نعمل الشباك على طول اللي هو نعمل ايه؟ هذه طريقة تانية بنعمل بها شباك شايفين أنا أعمالها أستخدم كذا طريقة لعشان نبقى يعني عارفين ملمين بأوامر كثير ازاي طريقة أبني بيها يعني مش طريقة واحدة نبقى شغالك بها نعم ندخل هنا في البرتكس لنعرجل أرتفاع نعمل السورة كما ندخل شباك خاصة سنقوم بها ونهجل نعمل نعمل بعدها نعمل اجد اجد مع اي محطة لحنا خدناها كب بيزي و بعدها نعمل له اي اكسي بود ده هو خمسة وعشرين سانتي بوينت اتنين خمسة تم كده هاو احفو نيجي هنا احفو خمسة هاو لا تقريبا انزالي في الصورة نقرب هنا نقرب يزوجد هذه النقطة نعمل سي hogy بعد ذلك اكسي سأقوم بعمل الحلقة سأخذ منه نسخة يمكن أن أقوم بعمل هذا المكان بعد ذلك أدخل سأقوم بعمل الحلقة ونقوم بعمل الحلقة كنا شرحنا هذا في الكورس محاضرة كاملة سأقوم بعمل الحلقة سمك الحلقة 0.05 ثم نقوم بعمل الحلقة لا يبقى كل مكان مثلا 0.15 هذه الحلقة نضيف الحلقة نقوم بعمل الحلقة ثم نقوم بعمل الحلقة ونجعلها نسميها ونجعلها نسميها لابد أن كل شيء يجب أن نسميها بإسمها ليه؟ لكي بعد ذلك أدخل الموضوع سهل بالنسبة هذا الشباك سأخذ الموضوع الشباك ثم نرى هنا في الصورة هذا الشباك كان عبارة عن إيه؟ ونقوم بعمل الحلقة الإضاكي ممكن نقضي التكيو عشان نجيب لي الحاجة بس اللي انا عمل ايه عليها سلكت هعمل كنترول بي هعمل لنسخة تانية منه همسح الخط اللي برا نجيب من الفرونت هنجيب الفرونت هنجيب الفرونت اف سري عشان نشوف الخطوط ايه انا بامسحها الاسبلاين عمسح اللي برا ده مش محتاجه انا عاوز اعمل الحلق له بوه بعد كده عامل له اوتلاين طبعا الحاجات دي انا بشرحها سريعا بس لو فيه حد عاوز يشوف التفصيل بتاعتها بالظبط هتحركة ترجع للمحاضرات الموجودة انا منزلها على اليوتيوب تمام هتلاقي دي مشروحة بالتفصيل ازاي حضرتك تقدر تعملها بكل سلاسة 2010 ماشي وبعد كده السمك وكان مش هكه بقى 15 السمك اللي هو الضلفة 5 سنتي نعمل F3 تعمل كده نقصها دي ايه الازاز يقوم برده من النصحة كنترول بي تاني واجب الفروند F3 عشان اشوف النقط همسك اللي هو ايه اسبلاين همسح الاسبلاين اللي برا واسيب اللي جوه عشان اللي جوه ده اعمل له اكسترود يبقى ايه الازاز بتاعي سمك الازاز كام ستة ميلي ونخلي مثلا ازرق ونسمي ايه جلس بص 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 اقوم بص اميلي تالي بص اقوم بص اما ولكن في ابتداء مثل السطر نقوم بشكل تشكيل في الوابع فهذا سنقوم بعملها و لا يوجد مشكلة ممكن نقوم بعملها من الطب نقوم بعمل الطب نقوم بعمل الطب نقوم بعمل F3 نفتح الاسناب نقوم بعمل نقوم بعمل ثم نقوم بعمل وطبعا التشكيل المفروض يكون سمكه أكبر من الحيط سوف نحاول نقوم بعمل ثم نقوم بعمل مفروض مفروض نقوم بعمل مفروض مفروض نقوم بعمل نقوم بالفرونت نقوم بالفرونت نقوم بالفرونت أنا أرسم جزء الأول هنا في الوقت فأجي هنا نقوم بقى الاكسروج لأنه مرسوم فوق نقوم بقى الاكسروج بقى الاكسروج مثلا متر ممكن نشتغال هنا نقوم بالفرونت بقى الاكسروج نقوم بالفرونت نقوم بالفرونت بقى الاكسروج لا أرسم كل هذه الأبعاد لأنها تقوم بالفرونت لا أرسم لها given فأنا يجب أن ترمى لها حاجة معين تكون عاماً مربعاً يبقى انا عمل اجرب F3 يبقى اي احنا عملنا اي ازال في الصورة طب هنا في الصورة شايفين بقى فيه لجوء الجزء برضو اللور الخامر احنا كننقول عليها فين فوق طيب هنجي نعملها ازاي هناخدها control V copy والاكستروب بتاع خليه بقى فوق point zero three خلاص نخليها بلون تاني عشان نبقى وطح في النسبة لنا طيب طيب هو المفروض السكنز بتاع بقى بارز فهنجي هنا هنجي له ايه sunk نعمل لي outline لايه مثلا هنجي minus point zero ثلاثة او البرا ونمسح الجوه ده ومش محتاجه في حاجة نرجع تاني الاكستروب نبص عليها اهي بيمتوضي في الحتة تاني يبقى واضحة بالنسبة لنا طيب يبقى احنا دلوقتي رسمنا ايه نعمل ايه جيب الكاميرا يبقى ايه لقينا الشكل بتاعنا اللي احنا كنا عاوزينه رسمناه طيب بعد كده في حاجة ناقصة عندي ايه هي اللي لسه ناقص واحد يقولي الهندريل الازاز ده بسط جدا وسهل جدا هنعمله ازاي هنيجي من هنا هنا شايفين لو جزء اللي بتاع الرقام قلت كيو عشان نمسك بس لو جزء الرقام هنيجي من نصه في اي مكان مشايف رق معي واجه يرسم ربطانجل اه اي مكانة عندي مشايف رق معي فين مكانه الازاز بتاعي اه هنا نعمله اوتلاين صمك الازاز بتاعي صمك الازاز بتاعي ربقى مسلا ستة ملة نعمله اوتلاين اوتلاين 0.006 بقى الارتفاع بتاعي بقى كم مفروض هتيجي تقول تسعين لأ ما هو مش تسعين بقى الهندريل بتاعي مش بارتفاع تسعين ليه مش بارتفاع تسعين طيب هقولك ليه دلوقتي طيب هو المفروض ده يبقى فين فوق عندي هنا دلوقتي لو انا جيت عملت انهايد مش احنا اخذنا حوالي ارتفاع ادم حوالي اللي هو عشرين سنتي او اللي هو طمانتاشر سنتي فالمفروض هنطرح مني نقول عشرين عشرين من تسعين يتفضل معي كامل ها؟ عشرين من تسعين يتفضل معي سبعين فالمفروض الالكستروب بتاعي بقى سبعين اتفعل ازاز نجيب الكاميرا فسرين ده ايه؟ الجلاس بتاعي نسمينا ايه؟ الجلاس تمام؟ طيب ده دلوقتي ايه؟ الازاز بتاعي بعد كده في عندي ايه؟ تاني في عندي اللي هو قطعات الاليمونيوم او اللي هو اللي ماسكة ايه؟ الازاز فاجئ هنا من الممكن من فرونت في الماكس اهو ايه؟ اولي افستر عشان نشوفه لاين اقوط هنيجي هنا بامر لاين عادي خالص اهو ندوش شفت عشان الخط بتاعي نشي رأسي او افكي تمام؟ والخط ده هنبدله ايه حاجة اسمها ايه؟ ندخل في المسخد بتاعتي فريندرين هننشط ايه؟ ايه؟ انابل تمام؟ ونخليه الكتاب بتاعه هو ايه؟ ركتانجلال او ريديال؟ عمدور او ريديال؟ عمدور او مربع؟ شوف اللي ايه ناسبك؟ انا عن نفسي هنا مش باين فانا هعمله انا عن نفسي لهو كتاب بتاعه ايه؟ لهو نعمله مستصريفك نعمله 0.05 0.05 0.05 تمام؟ ممكن نخليه 0.02 تمام؟ 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 ونسمينا ايه؟ ستيل لازم نسمي كل حاجة بايه؟ باسمها ندينه مثلا لونجري خلاص ونبتزي ايه؟ نكرر منه هنعمل كده ايه؟ على مسافات نخلي ايه؟ انستانس نزود مثلا ايه؟ بالنسبة لذي ايه انه بتفكير ايه؟ دراسة ستبه واما لوجه فوتها بنخر لاقعد بسطلة او حاجة ايه تصبح فتصبح شكرا لإمكانك كده كده فوق هنا ممكن نعمل إزاز يبقى فيه ليه هندريل الهندريل بتاعي ممكن نسيبه كده او ان انا برضو نفس القصة هرسم لغة لين من هنا وادوش شفت كده معي هنلاقي نفس القطاع بتاعي نجي هنا من الطب بقى نبتزي نصبطه هنعمل له جروب مع اخوات الوكاعة تحتية نشده بقى فين عشان اتراع سمع نوت شاكين ايه نوت الزيرو لانك تشغل من ايه من ال front اروح اودي فين عندي او عندي ايه الازاز نابده هو الازاز او ديكيو عشان نزبطه او فترى 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 نضع الكاميرا فترى 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 الموضوع بسيط جدا وسهل جدا لا يوجد أي شيء صعب فترى فترى وانشاء الله فترى سوف ناخذ فترى أخبرنا مجموعة مجموعة من المشاكل الصغيرة حلت جميع من حلوان و kissing جميع المشاكل بعد فترى وبعد ذلك فترى فهو أننا نقسم المبنى الكبير إلى مجموعة أجزاء صغيرة في يمكن منها قبل نفعل ذلك المبنى كشكل بوكس عشان نقدر نجيب الطول للعرض وبعد كده بالإدت سبلين بيبقى سهل جدا وكان التمرين بسيط جدا وسهل جدا اتمنى ان احنا نكون استفادنا ان شاء الله في محاضرات قادمة باذن الله هنشرح برضه لسه فيها اكستيريور بطرق تانية مختلفة عن ماكس دي كالطريقة الإدت سبلين في طريقة تانية اسمها إدت ماش في طريقة اسمها إدت بولي في طريقة رابعة ان احنا زيبا معنا فايل كاد ونشتغل به الدزاين بتاعنا كامل على الوجهة فان شاء الله ده في الحلقات القادمة بإذن الله وفي المحاضرات القادمة اتمنى ان احنا نكون استفادنا النهاردة كان معاكم المهندس أحمد حمدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته